موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 وابليها كنا بنتكلم على واجبات صاحب العمل وتكلمنا في القواعد الدستورية الشرعية التي نص عليها القرآن الكريم ونصت عليها السنة النبوية المطهرة والتي تجعل طرفي العلاقة في عدل تام في المعاملة والنهارده قلنا هنتكلم على ليحة الجزاءات لأن برضو بين وبينكم ناس كتير جدا ربما بترتكب مخالفات وهي لا تدرك الجرم التي وقع فيه ولا تدرك العقاب اللي ممكن يترتب على المخالفة دي وخصوصا إذا كانت المخالفة تتعلق بتعطيل العمل أو اتلاف أشياء أو أموال أو معدات لصاحب العمل وزي ما حكينا لكم المرة اللي فاتت اللي رايح شاف المطعم فادي وقال لك أخطف سندويتش فول وساب المفتاح جوه العربية عمل مجاب السندويتش ورجع ملقاش العربية وطبعا خضع للتحقيق وخد عقوبة كبيرة ولكن هي المشكلة اللي احنا بنتهاون في حاجات كتير وبنظن الموضوع بسيط لا الموضوع مش بسيط موضوع ممكن يكون كبير ممكن يؤثر عليك وخصوصا لو كنت راجل صاحب بيت وعندك مسئولية وعندك أولاد فاللي بيدفع تمن الخطأ بتاعك مش انت لوحدك ما وراءك من أولاد وزوجة وما عليك من التزامات ومسئوليات بيحتم عليك اللي انت تحتاط وتكون حذر النهاردة هنتكلم في قرار وزير العدل رقم 185 لسنة 2003 اللي هو نص على ليحة استرشادية للجزاءات وكل ده بيغضع لقانون عمل رقم 12 لسنة 2003 في قواعد عامة القرار الوزاري ده قرار وزير القوى العامة رقم 185 وضحها مثلا ان ما ينفعش اوقع جزاء وفقا للائحة الجزاءات دي الا بعد اجراء التحقيق والتحقيق هذا عمصر مهم جدا لتحقيق عناصر الوقع يعني انا لازم اسمع من الطرفين جاء مدير قال لي فلاني فلاني ده تفوه معي بالفاظ خارجة وتعدى علي وفي هنا باندي من بنود الله حتتعدى عن رؤساء بالقول او بالفعل فانا لازم اسمع من الطرف التاني فلازم يكون فيه تحقيق ولكن فيه عقوبات ممكن تعطى للعامل بدون تحقيق مثلا لو كانت امور بسيطة لا يترتب عليها الخصم اكتر من يوم في المرتب يعني انا لو مش هخصم من واحد قال لي يوم واحد ممكن ما اعملش معاه سيني وجيم وافتح معاته حي اكتفي بس بالتحقيق الشافع تعالى يا ابني فلان بول انت عملت وكأسوي يقول له والله الكلام ده ما حصلش او هو لا فيهم غلط وقد يتشهده اللي هو فيهم غلط ويجيب لي الشهود وانا بقدر اقيم الموقف خلاص طالما هديلي يوم مش لازم افتح معاه سيني وجيم ويمضي ويوقع على اقواله ولكن انا بستنتج على طول كمحقق الدني رايحة فين وبعرف مين مخطئ ومن مش مخطئ بقدر استطاعتي كبشر كمحقق لان اخد بالك سيد الاولين والاخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال ان بعدكم قد يكون الحن في حجته من الاخر فمن قضيت له على اخيه فانما اقضي له بقطعة من نار لانه ممكن واحد يجي يتبلع على واحد بس بيتكلم كويس يعني تيجي تخش في واقعة تلاقي سواق جايب وقولك انا المفتاح بتاع العربية المندوب الدهوني طب اداك المفتاح ليه قالك عشان لساعات بتقابلنا اللي جان يقولك العربية دي فيها يقوله والله دي فيها مواد غزائية افتح يشوفها منتهت الصلاحية ولا لا حملة قابلتني ان التاموني ولا حاك فييجي المندوب يروح ياخد بضاعة من العربية مع ان هي البضاعة دي مسؤوليته لكن يقولك طب ما نسائب مع المفتاح مع مين مع السواق ما يمكن هو اللي خدها ونيجي نخش بقى اللي كلامه حلو وكلامه مقنع تلاقي المحقق بيميل اليه ويقضي على اخيه طب وليه دخلنا في المتاهات دي فلازم فيه امور فيها تحقيق تاخد وتدي فيها لو فيها عقوبة هتزيد عن يوم اما العقوبات اللي تحتوى على انذار يعني فيه مخلفات العقوبة بتاعتها انذار زي اول مخلف هناخدها النهاردة اللي هو التأخير والناس بقى بتصحى بقى بتدعك في عينها ولحق روح الشغل ويطلق والدنيا اشتغلت بقى والمدارس الدنيا ايه الدنيا وقفة وزحمة وروح متأخر لك على الشغل مثلا ربع ساعة نصف ساعة ويا سلام بقى لو هو بقى ايه العامل اللي معاه مفتاح المكتب ولا مفتاح المصنع ولا مفتاح الشركة ويتلاقي التوابير ووقفينه ويستنيينه والبي لسا جاي ما نزلش بدري او نزل بدري وقالك بس المواصلات والعربيات كلها دخلها ببعضها واللي ماشي غلط واللي ماشي مش عارف ايه وانتو عارفين بقى واليومين في المدارس زي ادي شارع بتبقى عاملة ازاي الناس من لسا مش متعودة ففي عقوبات بتبقى فيها العقوبة الانذار والخصم الذي لا يزيد عن يوم يجزئ فيها التحقيق الشفى لكن في عقوبات عشان ادي العقوبة دي لازم يكون فيه تحقيق وممكن تحقيق موسع وتحقيق كبير زي عقوبة الفصل وبالجأ كمان لمكتب العمل بيساعدني في المسألة فيه اختلاص فيه سارقة فيه مصنع ولع بسبب اهمال فيه ناس بتوع السحة والسلامة المهنية اخطأوا موضوع ساعتها بقى موضوع محتاج تحقيق ومحتاج سماع اقوال ومحتاج كمان شهود ممكن استدل استدل بيهم نشوف طب الاتصال بتاع لأستاذ محمد ونبدأ فيه ليحة الجزاءات نشوف بقى بتقول ليه ليحة الجزاءات دي ناس مششعة عاوزة تسمع تفضل يا استاذ محمد انا مع حضرتك يا استاذ محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نتفضل طيب لغاية ما يرجع لاتصال بتاع لأستاذ محمد نشوف بقى نص المادة واحد من الجزاءات دي بتقول لي بتقول لك التأخير عن موعد العمل خمستاشر ديها دون اذن او عذر مقبول لانه فيه اعذار غير مقبولة وطبعا بقى الناس بتوع الـ الناس بتوع الـ وبتوع الشؤون للعملين بقدروا تقيبوا بقى العذر المقبولة مش عذر مقبولة اذا لم يترتب التأخير على تعطيل اشخاص اخرين او عمال اخرين بتبقى العقوبة فيها اول مرة الانذار اول مرة تعمل غلطة دي انا هديك انذار والانذار ده بياجي كده بروح جايب ورقة وروح كاتب بنص السطر انذار السيد فلان الفلاني العامل بوظيفة كذا او الموظف بوظيفة كذا ننذركم بعدم تكرار المخالفة وهي وتروح عائل المخالفة اللي اتكابها وهو بيوقع عليها خلاص تبتاني مرة اتأخر برضو دون عزر مقبول او اتأخر بصفة عامة واخر ناس معاه بخصم منه ربع يوم تاني مرة تالت مرة بخصم منه نص يوم رابع مرة بخصم منه يوم كامل يبقى الكلام ده خلال الشهر انه طبعا انتو عارفين اللي العقوبات اللي بتوقع على العاملين بتتصفى كل شهر عشان الخصومات بتروح لإدارة الاي تي طب نشوف ابو ادم ونشوف بعد كده التأخير اللي هترتب عليه تعطيل عمار تفضل يا ابو ادم سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لاحظة كفان العاملين اهلا بيك ابو ادم لا خليك يا خليه يا عيزة تفضل انا صغرت انا صغرت في شركة في اكتوبر وكان فيه يوم يوم السبت انا باست جمعة وست فيه يوم السبت بيه كتراحة فانا احتاجونا ان احنا نشتغل فيه تمام فانا يوم دي انا عنده ظروف وما رحتش اه ننزلوني يومين عشان سبب يوم السبت دي اه يوم السبت عاقربك باشتغل يوم ربع اضافي وانا ما رحتوش ننزلوني يومين اه مع العلم ان انا كنت لزولة دي طهران كتير وفيه سبت قابلي فانا كنت تعبانا في يوم دي وكان عنده ظروف يعني انت اصل الاجازة بتاعتكو في الشركة دي ايه الجمعة والسبت تمام يعني هو كان طالب منك تشتغل في يوم اجازتك وانت ما نزلتش اه وانا ما نزلتش اه اه طيب حتى انا كان فيه سبت قابلي قابليت سبت على طول انا رحتو اه وفي سبعين اللي قابلي كان فيه سهر كتير فكان تعالف انا ما رحتش وفي نفسه كان فيه ظروف برضي يعني انا كنت رايح في اليوم دي انا فعلا كنت رايح أشتغل عشتغل عشتظ ظروف احتراجة لا هو طالب منك الاجازة بتاعتك يوم السبت وانت ما رحتش في الاجازة بتاعتك هو هو بدك اليوم بيومين ليه لانه هو لو انت رحت اشتغلتك انا اديك اليوم بيومين صح ولا غلط انا حدق انا اشتغلت ياخده بيوم وروابع لا المفروض تاخد اليوم ويومين مش يوم وروابع لا ايو يا فندي ايو يا فندي ايو احنا شغلنا كثير بيوم وربع انا حتى رحت بكلم المدير بقول له انا اشتغله بيوم وربع اغيب بتحسبوله بيومين يرضي مين دي قال هو نظامنا كده لا انت من حقك تتظلم في هذا الجزاء وتروح للمدير المدير بتاعك قول له انا كنت تعبان مكنتش بتمارض ودا يوم اجازة انا انا يوم اجازتي مش عاوز اشتغله ايو يا فندي ايو يا فندي تمام شفت بقى انت حاول تتبعت له حتى جواب وتقول له حصل كذا 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 وقانون العمل بيقول اليوم الي هشتغله اليوم بيومين مش بيوم وربع وبعد كده كمان انا كنت تعبان وده يوم اجاستي تخصمه اليومين ده ما ينفعش الكلام ده وقف مش كبه لما انا خدت مني ورق يا فاندوم ورحت اقول له لصعب الشركة منعني ان انا قابله وقال لي عشان انت عملت جده هنزلك يومين عاليومين تاني وفيهم ذات بالفاصل لا ده بقى بيتعنت معاك انت بقى لك اديه شغال معاهم 11 سنة يا فاندوم لا 11 سنة ما تضيعهم شو حال تماشي امورك بس حاول ايه يعني حد يكلم كده ما عندكمش شؤون قانونية شؤون في الشركة اه بس احنا بقى يعني احنا احنا بقى عاديين نشتغل ما بحدش راح يتمن خصم اليوم عادب المشي خصم اليوم عادب المشي لا انت هيكتب طلب لشؤون القانونية اشرح لهم الموضوع ده ماشي يا فاند واخد بالك وربنا يوفاك يا رب ماشي يا فاند شكرا ايو استاذ ابراهيم انا مع حضرتك اتفضل السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سمعت انا اكلمتك الحلقة اللي فاتت اه يوم انت لقى عشان اه تسوية بتاعتي تسوية ايه اه اذكرك انا حصل على صنص صديق وشغال مؤذن اه وحصلت على صنص اثناء اه اثناء الخدمة اه اشان اقولتلك ايو اشوف المحامي بتاع حضرتك رفعلك وحصلت لك جدت رقم الى القضية هو اثنينه كتبك وكتبه ان هي داخلت المفوضة يوم سبعة وشين تلاتة الفين وتلاتعشه سبعة وشين تلاتة الفين وتلاتعشه هراحت ايه متدولته المفوضة وحازا هيت المفوضين احيلت الى هيت المفوضين تمام اه طب هي كتبت تقرير ولا لسه هيت المفوضين هي المفوضين هبس مش عارف اعمل ايه الغد دلوقتي وبان علي محمد مش عارف اه ماشه. طيب طيب. اه طيب. اه تواصل معي انا هوصلك باحد السادة الزمل المحامين المحترمين في اسكندرية. خذ التليفون بتاعي بعد من الكنترول. وهو ممكن نكلفه يتابع لك القضية في اسكندرية. الله يبالك لك ماشي مفيش مشاك. حتى اروح له انا مفيش مشاك. اه ان شاء الله. ربنا يوفعك ان شاء الله. ربنا يعني انا حضرتك انا اروح له ونقول له انا منطرف حضرتك. وانا هكلمه برضه. ماشي ماشي. الله ربنا يوفعك. ربنا يقلمه. بس ارجوك يا ابراهيم ابعتها لانا ابعتها رسالة من هوكلمك. لانا بتجيلي مئات التلفونات فانت بعدت ب heav tiرسال系 وانا هكلمك. قل انا ابراهيم اللي كلمتك في أثناء الحلقة وأنا هتصل أنا بيك وهديك كل البيانات وهكلمه قبل ما كلمك كمان يلا ربنا وفاك يا أستاذ إبراهيم إذا ترتب على التأخير بقى تأخير عمال آخرين يعني واحد مثلا مع المفتاح بتاع العنبر والوردية داخل تشتغل ومجاش لا هنا في أول يوم أول مرة يتكرر منه الجزة ده ما بش ياخد بقى ربع يوم وينزاره لا هياخد نص يوم يتكرر منه تاني ياخد يوم يتكرر منه تلت ياخد يومين واخد بقى لك انت ودي مشكلة كبيرة جدا يعني ايه احنا عاوزين الناس ستحمل مسؤولية شوية طيب ده الكلام ده لو تأخر ايه ده الكلام ده لو تأخر عن الشغل ربع ساعة ده ممكن واحد يتأخر بقى من ربع ساعة لساعة يعني اتأخر ساعة إذا لم يترتب عليه برضو تأخير عمال آخرين أول عقوبة لنص يوم وبعد كده يوم ويومين وثلاثة إذا ترتب على التأخير ساعة عن الشغل تعطيل عمال آخرين أول مرة يوم وبعد كده يومين وبعد كده ثلاثة يام وبعد كده أربعة يام خاصة من مرتب طيب واحد بقى بايه متعود بقى اللي هو ايه يتأخر وزود عن الساعة يعني انا معادي الصبح تسعة ده تمالي بيجي لعشرة وربع لا ده انا بقول له بقى يا سيدي مع السلامة واقف عن العمل مع السلامة او اعتبر الغياب ما تجيش امش روح احنا مش جايين نهزر وبرضو بياخد في حكم الغياب الانقطاع عن العمل بدون تنبيه او بدون عذر لان احنا اتفقنا لما دلسنا مع بعض الاجازات قلنا انت اللي انت ليك ست يام عرضة وليك واحد وعشرين يوم اجازة سنوية اللي ماكملش عصر شهر اللي كمل ليه شهر اجازة سنوية وقلنا اللي انت ليك اجازة مرضية بتيجي بناء على تقرير ريبورت بيجي من المستشفى طب نشوف امت الله ونكمل موضوع الانقطاع اهلا يا امت الله ما حضرتك كنت عايز اسأل حقيق سؤال هو مش خاص بال يعني ذي الحلقة دي لكن سؤال برضو قانوني ممكن اتفضلي بس هرد عليك اخر الحلقة اتفضلي اتفضلي بناشعي هو اه انا عندي عمارة اه في احد المستأجرين فيها قانون العادي اه بتاع الزمان اه هو الحقود بتاعتهم من سنة كام اه من 69 يعني قبل سنة 96 يعني بيخضع للقانون القديم قانون ادارة الاماك ماشي تمام كده حبي هي كانت اه مأجرة اه العقد باسم اه الزوجة هي من دي المأجرة اه هي مأجرة الشقة يعني اللي واخدها القانون قانون عادي المستأجرة يعني المستأجرة تمام هو حضرتك الملكة ايوة المستأجرة مالها بقى توفيت الله يرحمه وبعدين بعدها زوجها توفى تمام وبعدين دلوقتي ابنها توفى فما فيش حد كان معانا غير هما دول فا اه المفروض انشاء بترجع علينا بس اني هو ليه اخت متزوجة واعدة برا يعني ضوة مصرف مش قاعدة معاهم فاحنا روحنا الاسم نعمل اثبات حالة قال لي لازم ايه اه تجيبوا العقد وانا العقد ضايع مني اه مش عارف اجيب العقد منين بقى فيه مثلا مكان بيحفظوا فيه العقود بيت ولا ايه انا عقد الادار منك عقد المستأجرة دي بازاك عقد الايجار اه عقد الايجار اللي بيننا وبينها اه دا ضايع اصلا مش موجود فمش عارفة ممكن يجب منين فيه مكان ينقدر نجيب منه يعني فيه حد قال لي روحي وزارة اه اه مصلحة الكهرباء وآ اطلبي منهم ان انا عايز عقد الايجار هو العدات باسم مين باسم باسم المستأجرة تمام طيب انا هرد عليك اخر الحلقة طيب وهقول لك طريقة اسهل ان شاء الله تعمليها ان شاء الله سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله الله يبركاته يبقى احنا بقى في التأخير دلوقتي اللي اكتر من ستين دقيقة قلنا في الاول ايه نص يوم على طول طيب فيه برضو مخالفات اخرى فيه عدم التوقيع في سجلات الحضور والانصراف لان دا بيدعو الى التفلت و الى الهروب واحيانا الزواغان وانا بتعجب بصراحة من الناس العمال والموظفين سواء كانوا عمال حكومة او قطع خاص اسعد لحظات حياتهم الزواغان والاجازات ولو يوم خميس مثلا يوم اجازة رسمية يقول لك اخد اربع عشان يبقى اربع وخميس وجمعة تلت تيام ولو العيد من يوم الحد اليوم الاربع يقول لك انا اخد السبت واخد الخميس عشان اضرب عشر تيام ولا تمن تيام تحس السعادة كلها في الاجازة والاعدة وفي الرواءان بتاع الزواغان تلاقيه مخرج من الشغل كده وفرحان والدح كديما اليوم ايش انا كاتب عكس الدول الاخرى المتقدمة الي بيعملوا ساعات مظاهرات ووقفات احتجاجية عشان خطر ايه عشان خطر بيدهم ايام اجازة زيادة الانتاج زاد في مصارع السيارات في اليابان فييجي يدلوا ايوم اجازة زيادة يعمل وقفة احتجاجية ومش عاوز يقعد في البيت عاوز يشتغل فحاجة غريبة طب نشوف الشيخ عبد الرحمن تفضل يا استاذ عبد الرحمن اهلا يا استاذ عبد الرحمن هو عبد الرحمن راح بس فيه عبد الرحمن جاي ان شاء الله يلا ربنا يكرمه نشوف برضو بعض المخالفات زي ما قلت لكم اللي بتتعلق بعدم التوقيع في دفتر حضور والانصراف ودي العقوبة بتاعتها بتبقى نص يوم اول مرة وبعد كده تاني مرة لو تكرر منه يبقى يوم تالت مرة يومين رابع مرة ثلاث يام خاص من المرتب التلاعب التلاعب ايه حكيت امت الله النهاردة فضالي يا امت الله انا عارف لهم اسمقهم مش امت الله بس اي واحدة عاوزة بتسأل بتقولك امت الله انا مع حضرتك امت الله فضالي اهلا بيك يا حجة فضالي الله يستغلنك عندي مكتب متأجر لمحامي تقريبا من سنته وتسعين مكتب مؤجر لمحامي اه من سنة من سنة ستة وتسعين لا انا عاوزة اسأل بس هو كام ستة وتسعين في شهر واحد في شهر واحد ستة وتسعين حلو او واحدة واحدة بس قبل تلاتين واحد اه قبل تلاتين واحد القانون رقم اربعة لسنة ستة وتسعين تلع تلاتين واحد ونشر في الجريدة الرسمية واحد وتلاتين واحد فلو هو قبل تلاتين واحد يبقى يتطبق عليه القانون بتاع إيجار الأماكن الأديم الأديم هو قبل تلاتين واحد آه قبل تلاتين واحد تمام إيه المشكلة بقى عندك المشكلة أنه هو كاتب في العقد أن مدة عقد الإيجار عشر سنوات تجدد من تلقاء نفسه تمام فقاله تقريبا عشرين سنة في المكان تمام بزيادة خمسة وعشرين جنيه كل عشر سنة تمام فمش عارفين هو كاتب عقد ورقة بيضار كاتبه هو بخط اليد فمش عارفين نزود لا في الإيجار ولا عارفين نجدد معها قد جديد طب أرد عليك في آخر الحلقة يا أبت الله حاضر يا حاج وفيه واحد بقى تاني معاه برضو في نفس المنزل بس ده مأجر من شهر ستة ستة وتسعين برضو نفس النظام لا اللي مأجر ستة ستة وتسعين ده أنا هقولك هتعملي معا ايه مكتوب العقد قديه العقوبة بتاعته يوم وخد بالك هنا بقى لو فيه تزوير غير التلاعب يعني برضو عشان ايه لان التزوير ده ممكن يعمل فيه مشكلة ترك بقى مكان العمل والانصراف قبل المواعيد المحددة خد بالك في بعض المؤسسات السلام ورحمة الله والله انا كنت عايزة اسأل عن موضوع التربية والتعليم تردونا سنتين عجد منزل منرفع قضية يعني ضمهم لنا واحدة واحدة بس واحدة واحدة عشان تحضرت الواضح اللي انت من السعيد وانا بفهم سعيدي بالراحة الله يا كرام ايه اللي حصل احنا اشتغلنا سنتين عجز سنتين ايه بالعجد يعني عجز عقد يعني عقد اه بالعقد اه سنتين بالعقد بالعقد يعني متعاقدين لمدة سنتين اه وبعدين تثبتنا تمام فاجلونا ترفعوا قضية عشان تضموا السنتين دول للتسبيت تاخدوا بهم اجدمية يعني حضرتك دلوقتي لفعت عشان تاخدوا الاعدامية بتاعت السنتين بالعقد صح مهم بعد كده وروحنا في الادارة الوزير طلع قراره ان احنا ناخد السنتين دول من غير ما نرفع قضية وفعلا نضمناهم طب كويس او ممتاز المشكلة بقى اه جيول بقى لما يضلوا المدرسين اول الواحد المدرس اول بيبقى في عدد من السنين انت اشتغلته يعني اشتغلت لك مساء ست سنين سبع سنين عشان تترقى مدرس اول انا لسما مجيتش مدرس اول جينا عشان نطلب نبقى مدرسين اوائل جل لك اصل السنتين العقد تلغوا من الكل لا 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 واحدة يعني انت دلوقتي الوزير ضمنك مدة الخدمة من غير ما ترفعها عضية للناس كلها للناس كلها اللي اشتريت الشغل السنتين خدوا سنتين طيب بقى انت تاريخ المرتب عندك بقى تاريخ التعيين عندك هو تاريخ من انت بدأت العاد اول مرة اه رجح سنتين وراء بدلا ما كان 2013 بقى انت بتعيينها من 2011 اه لما جيد تقدم درس اول بقى يحسبها لك من 2013 معراحة هم ضلعين جبل ما يخلع قرار مدرس اول باسبوع او اثنين قلع قرار للقدارات ان السنتين اللي اتضموا اتلغوا يبقى ان ارفع جضية تاني طب ما احنا سألنا محامي هنا قلنا له اعملوا توكيلات يعني عشان الحاجات اللي بنرفعها الوجبة واللحبازلات والكلام ده اه ونعملوا توكيل ارفع لنا جضية جلق اصل السنتين دول لو رفعتوا جضية مش هيدمهم لكم ليه دول خلوهم من شروط التثبيت دول خلوهم من شروط التثبيت اه هو جلق يعني هو بيقول ان هو شاف قانون التربية والتعليم فجلق ان انت لو رفعتوا جضية مش هميش حييت حسبوه فاحنا قلنا نسأل حد اذا كان سيئنا من الكلام ده ولا نفع جضية دول بص اقولك حاجة انت القضية مش هتكلفك حاجة روح اعملي فض المنازعات الاول انت عدتك في محافظة ايه اسوان هتروح وتعملي لجلة فض المنازعات في وزارة التربية والتعليم اللي هناك ايو مه في مكتب المدرية بتاعت اسوان هتلاقيها في كومومبو صح مه وبعد كده هتروح يرفع دعوة في مجلس الدولة بضم السنتين يرجعوا بقى في كلامهم كل شوية انت مش مسؤول انت انت اقولك حاجة عشان بس يبقى الدعوة ليها اه لازم يكون في مصلحة في رفع الدعوة انت المفروض تترقي مدرس اول امتى المفروض دلوقتي الناس اللي انا اللي هم كانوا سدين من سنتين كنت حاجة مدرس اول معاهم فلما تلغت السنتين خلاص بجانبينه وبينهم سنتين يا ستة واحدة واحدة بس انت دلوقتي المفروض تترقي مدرس اول امتى المفروض السنة دي ناخدها مدرس اول حلوة اوي يعني انت دلوقتي المفروض من اول السنة دي تاخد مدرس اول ما خدتهاش اه لان السنة واحدة واحدة بقى اكتب طلب دلوقتي اعمل التظلم لمدير المديرية اشرحي في الكلام ده اي وخد رقمه وروح لجنة فض المنازعات وروح ارفع دعوة ام وخلي بقى الاستاذ الزميل المحامل اللي قالك ما ينفعش لا يبقى يكلمني تمام ناشا خلاص كده يا امات الله شكرا يا دكتور وربنا وفاك ان شاء الله اتفضل يا ام محمد اهلا بيك اهلا بيك لو سمحت دلوقتي احنا انا عاعدة بشقة ايجار اجيب نعم عاعدة بشقة ايجار اجيب اتفضل رحك البيت ماتت من ثلاث سنين فما فيش حد مفيش برصة يقبل ايجار احنا نعمل ايه دلوقتي يا سيد محمد حضرتك عقدك بقى من سنة كام من حوالي ستة وتسانين بعد ولا قبل بعد ستة وتسانين ولا قبل اه مش عارفة والله يا سيد محمد مش فاكرة بالزبط يعني طب بص يا حاجة انا اقولك حاجة عسو انت خلص زمتك هم هتروحي الدرائب العقرية اللي هي اسمع العوايد اهه وتروحي تدفع انت الاجار بتاعك كام خمسين جنيس الشهر بس باتت عن نص قلت يا أستاذ محمد دافعي ووظبنا وهي صاحبة البيت رحت عند المحامة والله يحمر قبل متنون كتبت ورقة اللي احنا الالفين سبعة سبعة وعشرين نصف عن نصف الإيجار يعني معي ورقة بكده بالمحامة وهي ماضية والمحامة ماضية أنت ريحت ماغك والتكل على الله روح العوايد يدفع الإيجار باسم المالكة في العوايد أو باسم ورثتها يبقى أنت تسجد من العوايد اللي على البيت وما حدش يجي يقولك اللي انت مدفعتش إيجار خلاص يعطي لو هتعمل إيه هروح للعوايد اللي أنا في اسكندرية عمتن أنت فين في اسكندرية في اسكندرية في المندرة هتروح للعوايد اللي في المندرة وطبقت بالدرائب العقري يقول لهم أنا عاوز أدفع الإيجار بتاعي بتاع الشقة بتاعتي هيروحوا كتبين لك إيجار الشقة رقم كذا العقار رقم كذا ويطلع الوصل باسم خلاص كده طب بالنسبة فيه مشكلة تانية وستاذ محمد دي الوقت جوزي عندهم حل يعني كده حرة يعني فهو دخل التأمينات ما فيش ليه تأمينات تأمين سحي هم أقولوا كده هل أنت أعملش حرة يعني جوزيك عنده محل أعمل حرة يعني يعني هو المحل ده هو صاحب عمل ولا شغال في محل لا هو صاحب سباك وصاحب المحل هو صاحب العمل يعني أه صاحب العمل وعمل تأمينات أه عمل تأمينات وبيدفع التأمينات في كل حاجة تمام بيقول لي ما فيش تأمين سحي ليه هو بيقول لي ما هم قالوله ما فيش تأمين سحي أنا بس أصدرت ما لوز تأمين سحي مين قالك الكلام ده ما عرفش هم قالوله كده في التأمين لا هو يروح يجيب بس يشتري بتاع بتاعة البوستة بتاعة الكشف الطبي وروح يقاتي التأمين السحي ويختمها وروح يخلصها ويطلع لو سمحت نعم هو بالنسبة للمعايش هو يعني تيبر ديوقتي سبعة وخمتين سنة فهيطلع كده لا يطلع على ستين ان شاء الله يسوي المعايش يطلع على ستين وربنا وفقت ان شاء الله نشوف أمت الله للمرة الثالثة فضالي أمت الله أنا مع حضرتك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله لو سمعت أنا مطلقة وجايل الحاجات بتاعتي على يوم السبت فأنا دلوقتي أنا مش هارفة عامل واحدة واحدة بس الحاجات لو ما جات يا ست واحدة واحدة بس واحدة واحدة يعني ايه جايل الحاجات بتاعتي يوم السبت ايه الحاجات دي أنا دلوقتي رفع في المحكمة قضية يعني كلمة الحاجات دي يعني ايه اللي تقصده بكلمة جايل الحاجات أنا ما فهمكش عاجة المنقلات يعني الايمة الايمة طب قولي هي كده في يوم السبت. سانا ساعة باسة بقول لهم مش هيجيبوها. طيب هي جاي لك يوم السبت واحدة واحدة. يا ستة واحدة واحدة بس. هي المحكمة حددت اللي هي تعرض عليك يوم السبت قدام اسم الشرطة. ايوة. حلوة واحدة واحدة بس. من يلقلك الكلام دة المحمد بتاعك؟ المحمد بتاعي اه. حلوة اه. انتو هتروحوا في الساعة في الساعة اللي محددة اه. اسم الشرطة. وتفضل قاعدة مستنية. لو هم جم المنقلات بتاعتك تشوف فيها الاول هي دي بتاعتك ولا لأ? اه. وتعينيها. وتشوف المربخ. وتشوف الحلل. وتشوف التنوم. وتشوف الحاجات بتاعتك بالكامل. تمام? اه. لقيت حاجة متغيرة? قولي والله دي هاتي ورقة كده عشان تبقى منظمة. عشان ما حدش يضحك عليك. تجيبي ورقة وقلم وتعودي. اه. والتنوم ناقس فيها الكومودينو. الانتري ناقس في الترابيزة. وتكتب الحاجات اللي ناقصة كلها. خلاص? اه. انا هريعك. وبعد كده تقولي له. انا دلوقتي المنقلات دي ناقصة. او لو لقيتها كاملة استلميها. اخد بالك. اخد بالك عشان ربنا ما يحسبكيش. ايوة ايوة. بما يرضي الله. ايوة. الحاجات اللي ناقصة لو انت عاوزاهم يكملوها لك. هتروح ايه? يوم تاني وهنجي والروحه يجي. لكن ممكن انت تعملي حل بسيط. الحاجات اللي ناقصة دي تتمن. والله انا ناقصة كورسي فقدت النوم ناقصة مش عارف ايه في الانتري ناقص مش عارف ايه ناقص الخددية ناقص ايه? الحاجات دي كلها النواقص دي كلها عاملة مسلا الفين جنيه. هتاخد المنقلات بتاعتك وتاخد عليهم الفين جنيه وتثبت الكلام ده في المحضر. لقيت المنقلات متغيرة او لقيت الحاجة غلط هتضطار للي انت تعمل محضر. انا مش هسترم المنقلات بتاعتي لانها ناقصة واحد اتنين تلاتة اربعة. والمنقلات دي متغيرة مش هي. وتقولي بقى اللي واقع اللي حصل. لقيتها زي ما هي استرميها بما يرضي الله. ماشي? طيب ممكن بس بعد اذنك اعيز ارقم حضرتك. خدي من الكنترول خدي من الكنترول وطبعيني. وربنا يوفقك ان شاء الله. ان شاء الله. عندنا مخالفات تتعلق بالعمل والانتاج بقى والحريق والكلام ده كله. يعني ممكن واحد واحد ينسى يفصل الكهرباء. بتحصل مشكلة? كان في تحقيق. وتلطب عليه اللي مخزن بحال ولع. ليه? لان الراجل لما جيه بيخزن مواد كيموية. المفروض يخزنها بعيدة عن الاسلاك بتاعة الكهرباء او العدات بتاعة الكهرباء والحاجات دي كلها. وبعد كده لما هو بيمشي بروح فصل الدنيا دي كلها. ما فصلش. وحصل تفاعل مع الحرارة ومع مش عارف ايه ولانا المخزن ده ولع. دي عقوبة دي ممكن توصل للفصل من العمل. وممكن تبقى عقوبتها اربع ايام لو لحقنا الموضوع. ممكن تبقى تبقى عقوبة خفض الاجر. يعني عقوبتها خطيرة. لان ده فيه اهمال جسيم. فيه اهمال جسيم. فيه مصانع الناس بتوع السلامة والصحة المهنية. لما بيجي مسلا مسلا يعني فيه لنكات حديد بتثبتها. بتحط عليها مسلا مواد معينة او مواد غزائية. او بتحط عليها المواد المنتجة من المصنع. المفروض بتوع السلامة والصحة المهنية ده من وجبه دائما اللي هو يمر على اللينكات دي يتأكد اللي هي مثبتة. لكن لما ما تكونش مثبتة او يكون فيها خلل. او تكون ارتخد شوية. ويجي واحد بعد كده حط الحاجات المواد اللي بتنتج من المصنع ده. وتروح واخد الناس وروح نازلة وتبوز البضاعة وتهلك البضاعة بسبب ان اهمال في عدم التأكد من تثبيت اللينكات. كل دي مخالفات. لها عقوبات كبيرة جدا. طب نشوف الاستاذ عمار اهلا يا عمار. السلام عليكم السلام. اه سواء يا استاذنا بالنسبة دلوقتي اللي شغال في عمل خاص. اه. هل اه هل ليه اجازات اه سنوية زي الحكومة. بس يا سينا. اه طب اني شغال في عمل خاص بلك اديه شغال في العمل الخاص. اه ايه تلات سنين. من حقك واحد وعشرين يوم اجازة سنوية ايه رأيك? بتحط عليهم ست ايام عرضة? يبقى انت عندك سبعة وعشرين يوم. ايه رأيك في الكلام ده? مش كلام كويس برضو? تمام. يلا يا عم ايل في مبروك. واحد وعشرين يوم في السنة. وست ايام عرضة. لكن تب لو صاحب العمل انه بيحدد لنا انه مليش اليوم اجازة بس في الاسبوع مع اجازة الاعياد. يابيه الاجازة الاسبوعية شيء والاجازة السنوية شيء تاني. لو هو مش لو انت خد بالك القانون بيمنع الاتفاق بين صاحب العمل والعامل ان هو ما ياخدش اجازة السنوية القانون بيمنع كده. خد بالك. فهو لو هييراضيك بطريقة ما وانت راضي اللي انت ما تاخدش الاجازة السنوية بتاعتك وهيزود لك المرتب بتاعك او يديك ايام الاجازات دي او الشغل محتاجك دي قصة تانية. لكن انت من حقك واحد وعشرين يوم اجازة سنوية ومحقك الاجازة الاسبوعية بتاعتك. تمام? تمام. نشوف بقى ابو ادم. شكرا. ربنا يوفقك الله يكرمك. ايوة يا ابو ادم. السلام عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك انا بسأل على الحداثر سنة اللي انا شغال في الشركة دي. عايز مثلا احبت ان انا عايز نسيب الشركة مثلا. اضمن حق ازاي نسيب الشركة بحداثر سنة دي. بس عشان ايه ايه الناس فهمة الكلام ده غلط. لو انت هسيب الشركة. عايز. وهو ممكن يكون العقد بتاعك عادي سنوي. فيجي يقولك السنة يا ابو ادم انا مش مجدد لك. معلوهش حاجة تانا ما بيدفع لك تأميناتك وبيدفع لك حاجاتك هو معلوهش حاجة. عشان بس ما حدش يدخل في دماغك اللي انت ليك شهر على كل سنة وبقى لك 11 سنة وهتاخد مكافئة نهاية الخدمة وهتاخد مش عارف ايه. كلام ده كله كلام مش مزبوط والناس فهمها غلط. عايز. انا بقول لحضرتك. هو ممكن يكون عقدك سنة وبيجدد لك. هيبدأ هيحس بالقلق من ناحيتك يقول لك السنة الجالة مش مجدد لك وقابلها بشهرين يبعط لك انذار على قد موحب. عايز. ايه. او يبعط لك اختار مسجل بعلم الوصول اللي هو مش هيجدد لك. وهو القانون العمل الخاصة كده. عقد بمدة. عايز. في امتنى ولا في امتنى عشان ما حدش يقول لك ايه. عايز. انت بتاخد لك الفين جنيه في الشهر ولا تلات تلف جنيه. وليك شهر في كل سنة وبقالك عشر سنة تاخد لك تلاتين اربعين الف جنيه. كلام ده محدش بيحكم بيه. خلاص? ايه يا فاند. يالله ربنا ارفعك يا ابو اياد. اتفضل يا ابو اياد. معلاش يا فاند. فضاك ان اعمل اعمل عملية الثمام انه مفاطرة. اه. ايه. انفاطة رفت التأمين عشان اعمل ليها شهادة الخمسة في المية بالحوالي سبعة ستين او ستة اثنية. قالوا لازم توقف التأمين بتاعك. عشان اعمل الشهادة ليها 5% دنيا. يعني ايه توقف التأمين بتاعك? يعني انا متأمنا عليها ديوقتي في السيقاء انا فاغها الحالية. ها. عشان اعمل ليها 5% هقول هوي ليش يينفه التأمين للي عشان انت متأمن عليك شركة. فانا عايزة اعمله عشان استفاد Provza 에ميون استفاد ليها شهادة 5% دنيا. والله انا انا عندك ما اعملهاش. يعني انت هتطع التأمينات بتاعتك. وهتطلع كرار فصل من العمل وتقعد من من الشغل ولا وعلى الورق. ومش هيتأمن عليك. وبعد كده تطلع الخمسة في المية. خمسة في المية هتعمل بها ايه يعني? في شغل مسلا بتقدم ولا حاجة ممكن اشترم فيه عالية. يا عم سيبك من الكلام ده خليك مستخر وشغال وسبك من كلام الناس اللي بقى بيوديش ولا بيجيب. انت لو جيت لي انا هقول لك لا ما تعملش الكلام ده. وده رأيي الشخص واللي انت عاوز تعمله وعمله. وربنا يوفقك. نكمل بقى المخالفات اللي هي كتير على فكرة مش قليلة. طيب انا انا اقترح اللي احنا ممكن نكمل المخالفات المرة الجاية. لان احنا عندنا برضو اه سؤالين مهمين جدا مش عاوزين الناس تمشي من غير ما تسمحه. يعني انت عندك اه الرائس الحجة اللي اتصلت وعندها محامي مأجر من بعد تلاتين ستة. واحد مأجر من قبل تلاتين ستة. اللي قبل تلاتين ستة ده بيخضع لقانون ايجار الاماكن اللي هو القانون الاستثنائي. اللي هو المدة فيه غير معتبرة ولا علاقة بما هو مكتوف في العقد. يعني ماشيين كده بايه بالفير ده. اللي قبل تلاتين ستة مش هتقدر تعمله حاجة يا حاجة. يعني انت يعني حضرتك قبل تلاتين ستة قبل تلاتين واحد ستة وتسعين مش هتقدر تعمله حاجة. العشر سنين بيتقعدوا لها يعودوا كده فوريفر. مش هيخلصوا ابدا. ليه? لان ده بيخضع لقانون ايجار الاماكن الاستثنائي تسعة واربعيسها سبعة وسبعين والمعدل بمية ستة ترتين ستة واحد وثمانين. وربنا يتولاك واحتسبي هذه الشقة عند الله الى ان يحدث تعديل اللي احنا بنسمعه. بقاله فترة. ولسه لغاية دلوقتي ايه? بيتناقشوا في التعديلات هتكون ايه? هنزود الايجار تلتمية في المية? مش هنزود الايجار. طب الشواء المقفولة هنعمل فيها ايه? ولسه حوارات وجدالات الله اعلم هتخلص على ايه? لكن اللي بعد سنة اللي بعد تلاتين واحد ستة وتسعين ده فورا ترفع دعوة عليه وهتكسبيها. هتكسبيها بلا خلاف. لان بعد تلاتين واحد ستة وتسعين صدر القانون كمربع لسنة ستة وتسعين. اللي بيقولك المدة في العقد مدة محتبرة. وبتغضع العلاقة التعاقدية. اللي بين المالك والمستاجر بتغضع لقانون ايه? ايه? القانون المدني. القانون المدني اللي هم فيه الاتفاق محل اعتبار. والرضى محل اعتبار. وما هو مكتوف في العقد محل اعتبار. قبل كده لا اعتبار لأي شخص ولا اعتبار لعقد ولا اعتبار لرضى ولا اعتبار لمدة ولا اعتبار لشارع ولا اعتبار لدستور ولا اعتبار لأي حاجة خالص. لكن بعد ستة وتسعين العقود اللي منت فينا عليه. فانت لو العشر سين خلصوا طبعا اكيد خلصوا. لو انت سكدت وامتدوا امتدوا. المهم تيجي في نهاية العشر سنة اللي ممتدة وتعمل له انظار قبليها على الاقل لتلات اربع شهور تقول له انا مش هجدد العقد ومن فضلك انا سلمني او المكتب يوم كسا وتروح يرفع دعوة هتاخد حكم على طول مش هتتأخري لان العقد بتاعك صريح بعد تلاتين واحد ستة وتسعين خلاص كده بالنسبة لاختنا الكريمة امت الله اللي هي كانت بتسأل على المستأجرة المستأجرة ماتت وزوجها توفيها كذلك وابنهم كمان توفيها انت يا ست رايحة ما قدرت تجيبي من الكهرباء او المية او العوايد احيانا بيكون العقود الاجار فيها قدرت تجيبي نسخة من العقد خير وبركة ما قدرتش تجيبي نسخة من العقد هتروحي كذبة طلب للنيابة النيابة اللي تبع فيها المنطقة بتاع السكنك وترفق في طلب النيابة ما يثبت ملكيتك للعقار تمام كده وتحاول تجيبي ما يفيد شهادات الوفاة لو تصوريها او تجيبيها من الاحوال المدنية او كده وتروحي مقدمة طلب اللي المستأجرة الاصلة توفيها وزوجته توفيت وابنها توفيت والشقة دلوقتي بقت مرتعة لانا باب الشقة مفتوح المية ضربت في الشقة احيانا بتكتر بتحصل ما صورة الماء بتضرب في الحمامات وتضرب في الشقة والشقة بتغرق بنجيب قرار من النيابة فتح الشقة واستلامها على طول فانت تقدم الطلب وبعد ما تقدم الطلب تروح تقدم الطلب في النيابة النيابة هتعمل تحريات وتبعث للاسم وتبعث للاستيفة وممكن يبعتولك وقولك تعالي استلم الشقة بتاعتك وهم فعلا بعد ما تأكدوا من كده بس انت عشان تقدم الطلب محترم ولو انت العقد ضايع منك وما قدرتش تجيبه تحط ما يفيد انت ملكة البيت على قال ملكة العقار ملكة الشقة وفي نفس الوقت تحط فيه ما يفيد وفاة المستأجرة الاصلة او غير ذلك ده لو ما قدرتش تجيب العقدة عن طريق العوايد او عن طريق الكهرباء او عن طريق مصلحة المية او اي طريق من الطرق الوقت بيجري بس بينه بينكم الاسئلة مهمة واجابتها برضو مهمة لان فينس كتير بتبقتيها مش عارفة الحل ايه ولا تروح فين ولا تيجي منين وانا برضو بكرر اعتذاري لاخوانا اللي بيحاولوا يكلموني طوال الاسبوع لان كمية الاتصالات بتبقى كتير جدا جدا ولكن ميسج صغيرة فيها رقمكم وانا هتابع ان شاء الله معكم وانكمل لاحية الجزئات ان شاء الله الحلقة الجاية ومع مفاجآت في لاحية الجزئات بقى مفاجآت مش هنقولها لكم وعقوبات غير متوقعة لممكن مخالفات بسيطة دمتم في رعاية الله اشوفكم ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة